ما هو حكم الاستمناء في نهار رمضان؟ الاستمناء لا يجوز لا في رمضان ولا في غيره الاستمناء محرم ومنكر عند جمهور أهل العلماء لا يجوز فعله لما فيه من مخالفة لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هذه الآيات من صورة المؤمنون تقول بأن الاستمناء غير إتيان الزوجة وغير إتيان ملك اليمين هو عبث ومنكر وهو عدوان للإشارة في الاستمناء فيه مضار كثير مع كونه مخالفا للشرع فقد قرر الأطباء العارفون بهذه الجريمة قرروا أن فيها مضار كثير على المستمني من استمنى في رمضان عليه أن يقضي اليوم عليه أن يتوب إلى الله وعليه أن يقضي ذلك اليوم لأنه أخطر فيه بهذا الاستمناء يعني صار في حكم المفطرين وإن لم يأكل ويشرب لكنه صار في حكم المفطرين لأنه أتى شهوة من شهوته فعليه القضاء قضاء هذا اليوم والتوبة والرجوع إلى الله والإناب إليه والله أعلم